اشتركوا في القناة العربية والاسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مبتهلا الى الله عز وجل ان يجعله عام خير وبرك على الجميع وان يسوده الامن والسلام والاستقرار والرخاء وفي جلسته الاعتيادية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية اشهد المجلس بالنجاح اللافت والكبير لموسم الحج هذا العام بفضل الله تعالى وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاسعود وولي عهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الاسعود مثمنا الجهود الجبارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام الى ذلك اكد المجلس اعتزاز مملكة البحرين برعاية ودعم الحريات والشعائر الدينية ضمن اطار حرصها الدائم على كفالة الحقوق والحريات للجميع مثمنا في هذا السياق دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا للمواسم الدينية ومنها موسم عاشراء مقدرا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات والاجهزة الحكومية الرسمية بالتعاون مع الجهات الاهلية المعنية لانجاح هذا الموسم والخروج به على الوجه الاكمل ودع المجلس القائمين على احياء موسم عاشراء الى العمل الحثيث للاستفادة من هذه المناسبة الدينية لنشر قيم الخير والفضيلة والوسطية التي تميز بها المجتمع البحريني ومرعاة الانظمة والقوانين والاعراف والالتزام بالطرح الهادف والبناء الذي يكرس القيم النبيلة النابعة من الدين الاسلامي الحنيف اشتركوا في القناة